من التغرير عرفت و معانا شخصية الكويت كلها صراحة تحب لها إنجازات جدا كبيرة الوزير السابق لأكثر من وزارة أحمد خالد الكليب مساك الله أبو الخير يا أهلا و مرحبا الله يسلمك بداية مشكورك رمك الله على الحلو اللي يبتأ إن شاء الله رح تدملو جساك كليهني عليكم العربي الله يعلم إزاك الله الله يسلمك إن شاء الله يا رب بداية بو خالد يعني خلنا نبدأ من آخر مرحلة الكل يتساءل ليش تركت لجنة المناقصات المركزية أو هيئة المناقصات والله أول شيء لأن المدة اللجنة هي أربع سنوات و انتهت الأربع سنوات نعم ولله الحمد يعني إحنا غضينا في اللجنة مع الفريق اللي معانا في مجلس إدارة اللجنة لثلاث سنوات ابتدت في 2008 و انتهت في إبريل وبالتالي هذا عمر اللجنة برئيس هول هذا وتغيرت اللجنة بممكن من إبريل 2016 فقط ما في أسباب أخرى أنا رحت لعلاج قبلها بحوالي سنة ونسخة لجنة الكويت ولله الحمد يعني هذه الفترة اللي كنت فيها بره ممكن أسعدتني بأمور كثيرة رغم يعني العلاج والأمالية وما كانت عند أهل الكويت من صاحب السمو إلى أصغر واحد فعزيزة يمكن الروح اللي تحت كنت تحتاج أثناء العلاج والحمد لله طمنا عليك إن شاء الله نترحينا أحسن الحمد لله كل أمور طيبة بفضل مرب العالمين إن شاء الله دائما بو خالد متى تعتمد لجنة المناقصات على خنقول تقييمها كاعتماد فني بدل من ما دائما تكون الأقل سعرا يعني هل صحيح اختيار المشاريع فقط يعتمد على السعر أم هناك أوجه أخرى يتم الأخذ بها بنيتي الحقيقة أنا كنت قبل أن لجنة المناقصات كنت أعيد على أن أقل أسعار هو معيق هو المعيار في الاختيار كنت أقول أنه خطأ ولكن عند الممارسة هو مو أقل أسعار هو الأقل أسعار مقابل مطابق للمواصفات الجودة قد تكون السابع ترى مو الأول يعني يكون أقل أسعار إذا كان مطابق وبالتالي يمكن أخذ الناس بس أقل أسعار هذا اللي نعرفه للأسف يعني أنا أقول لك في حالتين بس كمثال في وزارة التربية في 2006 نعم اختير الأول يمكن أن يكون رغم سبعة نعم رغم سبعة فيعتبر أقل أسعار ومطابق للمواصف السبع اللي قبل ما كانوا مطابقين وبالتالي المفهوم عندي وعندك وعندك العامة ترى أقل أسعار صحيح وبالتالي المشاريع يكون فيها شيء سلبي إذن في حرص هناك على الاختيار مطابقة للمواصفات الفنية أو مثل ما أنتقل إذن ليش نشوف دائما هناك تأخير عيوب في المشاريع بعد الانتهاء منها إذا كان فعلا الاعتماد ليس فقط أسعار نحن لا نعمل ما في شيء فيه على مستوى الدولة كمشاريع يكون لا طبعا متأمين أكيد يكون هناك بعض المشاريع التعثر يمكن من المقاول نفسه التعثر من أسباب تأخر يمكن اتخاذ قرار في هذه يعني خلنا نضرب لكم مثال حي على مشروع والشفافية أمانة نعم نضرب لك على طيارة صاحب السمو نعم طيارة صاحب السمو رقبة من صاحب السمو والطيارة حق أكبر رمز في الكويت كان ممكن تستثنى مثل كثير من الدول أن تستثنى من كل الإجراءات نعم لكن للشفافية أراد صاحب السمو أن تمشي هذه وطبق عليها على الطيارة الخاصة التي لها أمور أمنية أمور دخلت المناقصة وألقيت المناقصة وحرص رقم يعني كان فيه إثارة للصحافة إثارة من بعض أعظام مجلس الأمة قال تلقى وتطرح مرة أخرى هو اللي يقولها صاحب السمو حرص على الشفافية وطيارته و التأخر حتى في التصنيع لو ألقيت طبعا وبالتالي ظهرت و أخذت كل إجراءاتها القانونية الناس ما أقول لك يعني أصحاب المصالح قد يكون أحد الأسباب إعاقة إقرار أي مناقصة فهذه أحد الأمثلة أبو خالد ذكرتم سعى المقاول يعني اللي يأخذ المناقصة هذه ويب المقاول أو المقاول هو اللي ينفذها ما تتم وحاسبت من لجنة لجنة المناقصات في مادة للعقوبات تطبق من أول شيء سعب المشروع منها إذا كان طبعا من خلال الجهة في فترة قبل يبتدي التطبيق للعقوبة من قبل اللجنة و دائما بس أكرر أنا الرئيس السابق لهذه اللجنة نعم أكيد رئيس السابق التطبيق للعقوبات للجنة المناقصات تكون قبل التوقيع الجهة مع المقاول قبلها إذا تأخر أو أخل بهذه اللجنة تطبق عليه منها سحب تعليقا من أن يستمر في المناقصات معاقبتها بأن سحب الضمان المالي و حدثت هذه و حدثت نعم حدثت أحيانا الشركات لا توفر الضمان المالية دخل المناقصة لكن لا يستطيع و هناك مشروعين من المشاريع التي كانت في الفترة لذلك لأن سحبت الضمان المالية الضمان الأولية يسمونها بهذا السبب و هناك مشاريع عند الجهة نعم كوزارة أشقال أو غيرها طبقوا العقوبة بأن سحبوا الضمان المالي و كلفوا مقاول آخر يقوم بإعماله على حسابه جميل خالد ما هو الجديد على قانون المناقصات الجديد شنو رح يفرق قانون المناقصات كان مشروع يمكن مر بعشر سنوات ما أخرج لكن في ذاك الوقت تحركت اللجنة نعم و ظهرت على السطح من 2010 إلى أن نقر المشروع الذي يديد وهذا أنا عشر سنوات موايد بو خالد عشر سنوات قبل الغرار تدري أمور سياسية وجود المجلس وهذا وبالتالي بس تحرك المجلس الغانون في 2010 2010 بدأ المناقشات من خلال الجهاز أجهزة الدولة للوزرات وغيرها والهيئات وبعدين عرض على المجلس صار فيه تعديل ونحل المجلس أبطل المجلس إلى أن وصل يعني السنة هذه لجهود الأخوان الرئيس وأعضاء اللجنة الحالية نعم والحكومة كذلك الشيخ محمد عبدالله وزير الدولة وهو مسؤول عن لجهة المناقصات ظهر القانون الليديد أملنا كل اللي حطينا العقوبة تسهيل الإجراءات دخول المستثمر الأجنبي رفع السقف لبعض الجهات العقومية من 5000 إلى 75 ألف كل هذه كانت تطور في القانون الحالي نعم قانون المناقصات نعم نعم ما أقول اللي أنا أفتخر فيه والأخوان أعضاء اللجنة السابقة يفتخرون فيه خلال تواجدنا مع بعض من 2008 إلى 2016 انجزنا في اللجنة مع الأخوان العاملين ترى لما تكلم تكلم فريق اللجنة كلها عاملين وعاملات في اللجنة المشاريع اللي قررناها في هذه الفترة 35 مليار دينار كويتي ما يعادل حوالي 115 مليار دولار من اللي شوف ها الآن منجزة ودائما كان الصيحة ما في مشاريع شوف الطرق اللي متجه إلى الجهرة شوف الطرق الأخرى الجسور شوف المطار اللي طرح ونفذ الآن بدأ يبتدي شوف جسر جابر والمرة الحين يمكن حوالي أكثر من 60% من تم إنجازة كثير من المشاريع ظهرت هي ما هي عصات وتنكسر تحتاج وقت بس أفوان أبو خالد هل هناك لجان متخصصة لكل مشاريع يعني مثلا إذا مشروع هندسي يكون هناك ناس متخصصة في هذا المشروع تفهم فيه أكثر أساسي تم اختيار نقول المناقصة الحقيقية إذا كانت إعلامي إذا كانت في أي مجال ولا هي فقط لجنة واحدة تقرر في القانون السابق كان يعني استدعى بعض المسؤولين أو بعض الناس الخبراء في هذا المجال نعم لكن في القانون الحالي نعم يمكن قطينا على السلبيات التي كانت موجودة في القانون السابق جميل والآن يجب أن نكون هناك لجان متفرقة فنية على تخصص المناقصات التي تطرح فيه في كل هذا بشكل عام عن المناقصات حضرتك يعني كنت رئيس المجلس إدارة اللجنة في أهد سابق نعم من الحين أبو خالد نأخذك في لمحة سريعة لكن نبي مرحلة الطفولة بشكل سريع عشان نأخذها بمراحل المتدرجة أذكر من جبلة في جبلة يعني كان عمري صغير حتى أنا أذكر لما كنا نتقل أو كان يودوني أهلي والدي كان على الحياة في ذاك الوقت كان يودوني مدرسة يسمونها روضة الجابرية وين الحين كانت سلمة الفردوس وين وراها مجمع الحمرة الحمرة زي وراها كانت روضة الفردوس يعني يزفوني حق المدرسة الوالد والوالد الله رحمهم وعمتي الله رحمهم ويدي الله كلهم الله يرحمهم يودوني شني شا أقول لك زفة زفة ما كنت تتعب بالمدرسة يعني لا مما كنت لا أما فرحانين فيه أول أول ولد في الإسرة زفة بالفرح نعم زفة بالزفة لا لا أسألك كأول ولد ففرحانين بهالولد يعني كانت يعني مرحلة العمر السقيل ست سنوات بعدين عقومة ثمنة وديرة انتقلنا إلى حوالي منذ السنتين إلى ما بينينا بيوتنا فيه كيفان نعم وكل مرحلة يعني إذا تبيدني أقول حوالي شنو هي مرحلة من المحار مواقف يعني المدرسة موقف أنا لا يرحي نذكره لأن اعتبره شيء مهم بحياتي اللي كنت مدرسة بن زيدون ابتدائية في إحدى الحصص هذا تقيب المدرس يا أنا مدرس ثاني يبي بس يخلق شيء قال من عرف يقول قصة صحنا طلعت أنا وقمت عن شيء قصة خيالية وهرق لو ماهر لو ماعرف اليهال أو أول بسني أنا كنت في ذاك الوقت زملاء كلهم بشد انتباه ما حد تكلم صخة استانس المدرس هذه السال فراح من صار يعني في حصة احتياط ثانية شاني ناديني أنا تعال قول قصة تعال قول قصة قال يسميني الولد اللي يقول قصص فهذه ما انساها يعني في فترة حوالي طبعا لها عبر كثيرة في حوال لكن هذه ما زلت تذكرها إلى اليوم أقص بصف ونادوني في حصة ثانية تغلوك عيلا يعني هو بس عن صفك خذ نروح إذن لعملك كسفير في القاهرة أنا بكبر شوي على طول من طفولة إلى السفير في القاهرة كان عام ما شاء الله من 2001 إلى 2007 ظلت سفير في القاهرة لنتكلمنا شوي عن هذه المرحلة والله القاهرة أنا طبعا رحت لها انتقال من العمل السياسي إلى العمل الدباسي نعم لكن وجدت أن أمتع فترة في حياتي قضيتها وأنا كسفير ومندوب تجمع بين السفارة كعلاقات ثنائية مع البلد ومندوب دائم لدى جامعة الدولة العربية الجهد الحقيقة يعني أحس أنها ثقة و لما رحنا في القاهرة وجدت كل شيء سهل قال لي رحمة الله عليه صاحب السمو الشيخ جابر الله رحمه قال لي كلمة رح تجد أبواب مصر فمفتوحة صحيح يعني لما رحت أول شيء محبة للكويت ومسؤولين للكويت وقيادتها كان في ذاك وقت الله يرحم للشيخ جابر ولما رحت مصر لما أتصل في رئيس الوزراء كان في ذاك الوقت الدكتور عاطف عبيد رحمة الله والله في خلال 48 ساعة يقول لي تحدد موعق خلال وبعدين تتصل فيه في التلفون المباشر الموبايل يعني مو من خلال بعد أطراف أخرى كذلك الدكتور أحمد النظيف فكانت لعلاقة الكويت مميزة مع مصر ومصر لا مواقف أنا بس شيء واحد بقول والله لو كانت حسنة واحدة فقط الرئيس حسن مبارك وهو موقفه في جامعة الدول العربية عند احتلال الكويت نعم لكفت عن كل شيء هذا الرجل والله ما أنساه طبعا ما كنت أنا فترة تلقز وفي كنا طلب بعد لكن موقفه هذا والتاريخ يسجل لكن لا يشك والله حتى قابلت يمكن أكثر بمرة مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لما دعه للمؤتمر الاقتصادي وحضر الملكويت وكانت مبادرة من صاحب السمو السمو إن خلافاتنا كثيرة في الوطن العربي سياسيا خلونا بس نتجه إلى وضع اقتصادي حتى شعوبنا ما تلوبنا ستين سنة هذه الجامعة العربية خلافات نعم فنأخذ وبدأ أول مؤتمر اقتصادي نعقد في الكويت نتيجة يعني هو اللي قام في اتصالات من خلال المملكة السعودية والقاهرة وخالد نحن إن شاء الله فاصل وردين نستكمل حديثنا معك إن شاء الله نكملين حوارنا مع العم أحمد خالد لكليب وخالد خلال فترة وجودك كسفير في مصر الطلبة لكويتين يذكروا لك موقف أنه أنت دائما كان مكتبك مفتوح لهم الاتصالات دائما متواصل معهم فهذا شيء يذكر لك بصراحة أصلا هذا يعني لو أحد كسفير حس كأب لكل طلبة وهم أبنان يعني ثاني شيء والشيء المهم التي تتواصل معهم مع أفراحهم مع واحد أصيب في في الغاهرة في كل وروفهم الزيارة تحس كأن هذا ولدك أنت مسؤول عليه يعني في الرسالة التي توجه من صاحب السمو إلى أن هذا يمثل صاحب السمو في جمهورية مصر العربية سفيرنا وبالتالي نلتقي معهم بالإسكنزينية بشرم الشيخ بلقاءاتهم برحلة يعني نشاركهم وقدم ونستطيع في الوقت الذي يمكن نكون صارح نقدر نذهب لهم فهذه الأولاد لهم تدري مهما كان كنا نعشنا في طحات طالبات لما كنا طالبات لنما طالب فوق وقد درست في مصر أبو خالد أنا درس من 72 إلى 76 في مرحلة الجامعة نعم في الخدمة الاجتماعية موقف ما الذي يصلك شيء لا تنسى سواء يوم كنت سفير أو وحدات ما بعد الغزو يعني موقف موقف كسفير طبعا نحن في المرحلة التي ينا بعد التحرير من 2001 إلى تقريبا 2007 هذا وقتك حصل لقائي مع عمرو سليمان وزير المخابرات المصري هذا الرجل محب للكويت لدرجة ما تصور يعني لما أطلب لموعد عادة يقولون له السفر ترى سبع خمسة عشر يوم سبع تأيام وضع حساس ثلاث تأيام في ثلاث مقابلات قابلت اثناء وجودي وكل مرة يحرص على علاقة الكويت وكان علاقة ويد مع رحمة الله عليه الشيخ سعيد العبدالله الأمير الوالد مرة يثلى وعادة لما يقول لك عشر عشر تدش مكتبة ويطلع لك لما كان غرفة الامتظار ويعخذك المرة الثالثة يمكن القبر الأخيرة تأخرت ساعة ربع نص معاتة فدشيت بعدين يعني عقب ساعة يعتذر أخذني من إيده وقعدنا بالمكتب جين يقول لي تدري شونه سبب تأخيري أنا كان عندي السفير الإسرائيلي وكان يبون إثبات أن الجندي اللي يعني عسرته حماس جلعات شيء اسمه خضيتهم إنه حي عشان يبتدون المفاوضات نعم فيقول قاعد أثبت له وعندنا شريط ونسلمه للسفير الإسرائيلي حتى يثبت إنه حي حتى تبدين المفاوضات بين بين إسرائيل وبين الشسم فكان فشوف تصور هذا الرجل اللي يعتور ثاني رجل في مصر يقول لك الحاتة ورحمة الله عليه كان كان واحد فيك لأن هذا شيء سري محب للكويت محب للكويت وزار الكويت أكثر من زيارة الحقيقة ويعرف يعني دائما يذكر لي بعض الأمور السياسية أو الأمنية في بعض المعات وننرقلها لقيادة سياسية إذن خلنرجع أيضا زمن آخر من الماضي وهو دخولك مجلس الأمة نعم شون خدت القرار وشون كانت هذه المرحلة هي القبلها الحقيقة الاحتلال نعم الاحتلال تشرفت الحقيقة بإني أدرت جمعية السرة إدارة مع أخواني وزمنائي أبناء المنطقة نعم في منهم أعرفهم بالاسم وواقفهم نعم أثناء الاحتلال مسكن الجمعية تدري الجمعية كانت تمثل إدارة البلد بكل شيء صحي وقت الغزو صحي توزيع الأممال وكل شيء كان لها دور أساسي صحيح بالغزو توزيع المواد القدعية والأممال وكل شيء وكنا نعمل مثل الصوصفات أثناء ما بدأت الحرب في البيوت فأهل السرة قدروا أمانته ما بس أهل السرة السرة والجابرية والأدالية قدروا هذا الموقف فاستشرت 92 ونزلت والحمد لله يعني حققت مركز يمكن انتخاب 92 ما أذكر بضغط 96 بس أعتقد حققت المركز الأول في 92 و96 الثاني نعم في مجلس بحضرتك طبعا قبل أنت رئيس مجلسي دارة جمعية السرة جمعية السرة أثناء الاحتلال أثناء واستمرنا ستة شهر بعد الاحتلال إلى أن تنظمت الأمور وبعدين مجلس لما ترى الوضع السياسي حاليا أبو خالد والله الوضع السياسي عندما يتكلم الواحد يتكلم بألم ألم لم اللي قاعد يحصل بث الفتنة التويتر وغيره ترى بلدنا والله جنة فيه في الأرض هذه كلها في كل شيء ما حسينا إلا الموفقتنا في ذاك الوقت في أثنين ثمانية تسعين حسينا أننا نحن بنعمة والنعمة هذه نفقدت والحمد لله رديناها وردت أفضل مما كان الله يدينها هذا الوقت فيه هجمة على المنطقة كلها وقالها صاحب السمو في أكثر من خطاب سواء داخل مجلس الأمة أو لقاءاته وآخر لقاء معنا كان قبل يمكن حوالي شهر كان يأكد ترى يا جماعة تختلفون ما يخالف اختلاط بس اقبل رأي واقبل رأيك بس ما يصير التناحر اللي قاعد يصير ويصير الفتنة بين كل طواف في الكويت فلذلك أنا لما أقولها أقولها بحرقة لكل أهل الكويت بدون فئة أو طائفة أو عائلة أو غيرها نعم ترى تجمع حق الكويت وراح ترى مستهدفين لكلنا مثل ما صابق يكفي بيت القرين يشهد صحيح حق الكويت كلها وبالتالي أنا أعتقد المرحلة هذه حتى نعلم أولادنا ترى التلاحم اللي صار سجد الاحتلال كان قاسي علينا كلنا وكان درس لكن في نعمة أثناء كان التكافل والترابط وكنا ما نفرق بين أحد نسأل عن من أول يار في الفريج إلى آخر واحد وفي مناطق ثانية الحمد لله أبو خالد أنا لفت انتباهي في نزولك في 92 مجلس الأمة عينت كوزير لأشؤون عدل وبعدها طبعا نزلت في انتخابات 96 وعينت وزير للعدل والأوقاف أو شيء للشؤون أو شيء للشؤون بعد الأوقاف دخولك على طول كنائب بعدين من نائب إلى وزير على مرتين فأنا حسيت فيها غرابة 92 بعد التحرير أنا أعتقد أسميه إنه كان من أقوى المجالس للشخصيات اللي موجودة أنا يمكن من الناس الأسقار اللي كانوا في المجلس كانوا يعني قمم الدبلماسية قمم السياسية منه تترفينهم؟ العنجاسم الصقر نعم السادة الكبير والأخ أحمد الخطيب سامي المنيس الله يرحم في ناس لا أذكرهم في الوقت هذا لكن هذه رحمة الله عليه السامي المنيس هذه عبد الله النبار وغيره هذه قمم ومعارضة حقيقية لما يعني مو معناتها أن والله ما قدم لي معاملة أروح السجوة ولا أروح وغف لموقف لا هذه القيم وحيانا أن يوصلون الرسالة أكثر ما يدور داخل المجلس وصلت لقاءات مع سمو الشيخ سعد العبد الأمير والد ومع شيخ جار صاحب السمو شيخ صباح كانت لقاءات يبون يوصلون الرسالة وحيانا أمور تنحل في لقاءات جانبية وتنحل في المجلس نعم رغم هذا ما صار فيهم أي معارضة هم معارضة لكن ما صار تجاههم أي موقف الذي تكرر الآن معارضة حقيقية ومعارضة صادقة محبين فيهم الشيع والسني والابدوية والحضرية ما شفنا أنا تعلمت منهم تعلمت من الطيبة والأخلاق والعمل السياسي وكيف تصل وكيف يعني أنا دخلت في أول مجلس كنت رئيس لجهة الشؤون الصحية نعم في أول مجلس من انتخب من انتخب مالق أسميهم في المجلس أتكلم لك عن الترشيح أو كنت الوزارة الوزارة نعم في 92 كان المجلس من قوته كان يتفاوض مع الحكومة على رئاسته في ذاك الأمير والد الشيخ سعيد أننا بعشرة نعم واتفقنا في المجلس أن نفاوض الحكومة في ذاك على عشر نواب وصل بين المجلس والشيخ سعيد والحكومة إلى ستة نعم ستة يكونون وزارة نعم كان يكون أكدون أن يكون أكثر عدد من النواب فاستدعاني الشيخ سعيد في أول الحماية قال لي أعرض عليك الأوقاف قلت أنت وعمر أنا ثلاثين سنة في وزارة الشؤون نعم وزارة القاف في بيذه أدرب أول خطوة في العمل السياثي فأدرب في الخبرة هذه قبل الاعتدار يزاهر الله خير ودخل جمعان العازمي في ذاك الوقت 1994 صارت غير الحكومة فاستدعاني يا الله يرحم وقال الحين وزارة الشؤون فقبلت ودخلت وزارة الشؤون من 1994 وستمرت إلى 6 قدمت استقالتي قبل شهرين من الانتخابات شاركت وانتخابات ونجحت كذلك واستمرار للعمل في وزارة الشؤون عملت كذلك وزارة الشؤون إلى 1998 فكان فيه تغيير وزاري استلمت وزارة بعدين استلمت وزارة العدل ووزارة الأوقاف وزير العدل دائما يستلم وزارة الأوقاف 1998 إلى 1999 نعم نحن عندنا صورة الضيف حاب يشاركنا فيها لو نشوفها نعم هذه الصورة معنا كلمنا عن الصورة أبو خالد هذه أنا أفتخر فيها أفتخر وعزها لها مكانة عندي هذه الصورة جمعنا يمكن كانت الفكرة بدأت من العم عسى الله يطول بعمرة عبد الرحمان المزروع وكيل الوزارة نعم عمل احتفال بمرور 42 سنة هي بدين نبيها 40 سنة لكن الإجراءات هذا أخر أخرت 42 فجمعنا 17 وزير في هذه الاحتفالية يرأسهم أول وزير شؤون اجتماعية كان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد نعم ومعنا كذلك وزير الشؤون سمو العهد وكذلك الشيخ سالم الصباح وكذلك سمو رئيس مجلس وزراء السابق الشيخ ناصر محمد نعم بس علشان الصورة بعيدة أتذكر وسمو الشيخ يابر المبارك رئيس الوزراء الحالي نعم 17 وزير نعم صورة عريقة أنا تاريخ لوزارة السنان أن صار هذا الحفل في وقت نعم وهذه صورة عزيزة علي جمعت الكل فبالتالي كانت تسمى أو تسمى أم الوزارات اللي جمعت هذه النخبة الكبيرة نعم كان الوحيد اللي ما قدر هذا المتوفر رحمة الله عليه مشاري روضان حضر الأخ ناصر روضان في هذه الصورة هناك عديدين يعني أنا حتى أكون قريب للصورة لكن حتى لا يفوتني أسمعهم نعم فهذه الحقيقة لها معزة ومكانها عندي ودائما أذكر أولادي أقول شوف العمل معنا كان لما أتعين في الوزارة كثيرين من داخل الوزارة يقول مش حق التعين بالشور روح بزالة ثانية أحسن لك ما معنى ما أعرف يعني تدري في ذاك الوقت الخارجين قليلين نعم في الوزارات قبلنا وتدرجنا وعملنا تخدمة اجتماعية تخدمة اجتماعية عيالنا اليوم يبون سيدة إلى المنصب قلت أول كنا موظفين ونعمل بالكاونتر مع أجناء بكويتي نعم إذا وصلنا هذه الحال وبالتالي من يثابر وتابع وشجع زملائي يصل يعني مهما كان جميل لو قلنا أيهما تفضل أو فضلت خلال رحلتك في هذه الحياة العملية العمل الدبلوماسي أو العمل البرلماني أنا الحقيقة استمتعت في عملي لما كنت سفير استمتعت من كل جانب يعني كان صاحب السمو النائب الأول في ذلك الوقت ووزير خارجية صحيح هو كان لا أحد يقدر يتكلم عن الشخصية السياسية والتاريخية العالم لا يفتح سواء كان في الكويت أو في العالم العربي أو الدولي لما تكتب تغارير أو تلتقي أو تقول في بعض التغارير لا تقدر تكتبها ممكن تيب من قاهرة لكن في السفارة كذلك مصر مصر مدرسة فيها ميتين وواحد وعشرين أو ميتين وعشرين تقريبا بين هيئة أو سفارة نعم هيئة دولية أو سفارة تتعلم لو كل يوم تروح بس وكان وتلاقي من الأمور اللي أنا تعلمت منها في العلاقات الدولية كثير من السفر الموجودين لكن اللي كنت التقي معاه ما بين تقريبا ثلاثة شهر ستة شهر السفير الروسي الآن هو نائب وزير الخارجية الروسي الآن وهذا الرجل ممكن قد يصل إلى وزير الخارجية الروسي كان سفير في إسرائيل كان سفير في الدول العربية كان سفير في الدول العربية جنوب أفريقيا كنا تبادل كان يحمل ملف الفلسطيني يعرفه من ألف ليان بأسراره وباللقاء فالعمل الدبلوماسي متعة من يريد أن يعمل عشان شدي بعدك عن العمل السياسي والمجال السياسي من بعدها من بعد 99 ما نزلت انتخابات لا سألنك لكن ظلت متابع للبرلمان والعمل السياسي والله تدري لازم واحد يتابع حتى العمل السياسي هناك شيء في الدم العمل السياسي والدبلوماسي لكن العمل الدبلوماسي استمتعت فيه استمتعت من هم يعني مرؤوسيني واستمتعت في العلاقة بيني وبينهم أنا أذكر حادثة في هذا إذا سمح الوقت في هذا الكويت لها فضل أول شيء لما دخلت الكويت إلى الجامعة الدول العربية كان العراق يعترض على دخول الجامعة الدول العربية إلى أن جهود الكويت وجهود صاحب السمو إلى أن وصلت ودخلت الجامعة الدول العربية الكويت يمكن هذا ما كتب في الإعلام لكن أنا أفتخر فيه الكويت كان لها فضل كبير على دخول العراق مع أن العراق لما احتل الكويت لم أعلق حضويتها لكن بعد سقوط الطاقية صدام حسين في مجلس حكمي جامعة الدول العربية تريد أن ترفض ماذا يدخل المندوب العراق الذي هو معين من من الحكم بول بليمر ف خلوا مندوب العراق بره للاجتماع في هذا الاجتماع الشيخ محمد الصباح السالم كلفني أني أنا أحضر مع وزراء الخارجية أنا بالنسبة لي يعني الله يرحمه السعود الفيصل كان وزراء العرب الخارجية يعني أسماء نعم وكنت اعتز دائماً بالله يرحمه وزير خارجية مصر أحمد ماهرة هذا له رجل محب للكويت وأنا أحبه كشخص نعم لا مكانه الحقيقة في الاجتماع رافضينا الدخول للعراق إحنا ثلاث سفرة كنا حاطرين عن وزراء الخارجية فقلنا ما يصير إن العراق أو شيء ما يطعر أنا أتفكر بشيء شيء غير عن الباقي مثل ما العراق ما وافق لدخول الكويت الكويت راح تدخل العراق وكان الوزير الخارجي هو شار استقربوا من الموقف داخل ما يصير هم يعني أنا أنا أفهمها نعم إنما يبون القرار يكون فردي يبون يكون جماعة حيث لكم فيه حرج للدول العرب يفترض فقلنا ما إلا يدخل إن هذا مثل أي كان مجلس حكم ولا غيره نعم إلا يدخل والسفير المعين كان خايف خايف من الجرائي من حكومته ومن نعم من هنا فإدخلناه فكان الحقيقة أنا أعتبره تجل أن الكويت هي اللي دخلت العراق على عكس ما كانت العراق في ذاك الوقت ترفض الكويت وهذا تاريخ مسجل في محاضر جامعة الدول العربية وكتب عنه سمير عطلة في جريدة الشرق الأوسط عن هذا الموقف هذا الموقف موقف مشرف وكذا في الاجتماع هذا فاروق الشرق قال يعني لماذا خصتكم مع الأسرع يعني على خلاص ارتكب بهذا والحين لازم تسعمون له رديت عليه وكان ما يمي وزير خارجي المرتاني قلت له معا الوزير هذا موضوع يعني أنت معا الوزير نتلك خبرتك ومكانتك الكويت حتلت وبتالي لها العذر أنها توقف هذا الموقف إلى أن تحقل كل مطالبها نعم بس سوريا و العراق حزب واحد وعداء بينكم حتى الآن ما في علاقات فأول قبل وتقول لنا نحن نرد العلاقة رد العلاقة أنت بينك حزب هنا البعث وهنا حزب البعث صحيح فليش رد خلافاتكم حتى تكونوا القدوة وقل لنا أننا نرد فهذا موقف ما أنساه مسك إيدي الرئيس الأول وزير خارجي المرتاني قال ما خاب من كلفك بالنكتح هذه أشياء ما تسجل في هذا لكن أنا أفتخر فيها ونعم الرجل ونحن دورنا في قناة المجلس وبرنامج بالكويتي بأن نستضيف مثل حضرة الشخصيات ورجال الدولة يقول لنا هذه المواقف صحيح نسمعها منهم أكيد من شاء الله فاصل ورح نكمل هذا التاريخ الجميل رابطي لكم كاملين حوارنا مع العم أحمد خالد لكليب وخالد يقولون أن أنت كان عندك رغبة تصير طيار طيار مدني صحيح الكلام هذا الحل موجود شو اللي خلاك تدرس خدمة اجتماعية رضا والدين يعني كانت والديتي رحمة الله عليها خائف عليك متوفي والدي من 58 هذا الكلام في 72 قدمت على الطيران وكنت مقبول في كل الشروط خالص يعني شغلك الوالدة رحمة الله عليها شافت فديتش الليلة حاثت طيارة فحلفت أنه لا يوجد شيء يسمي قلت لها تابني لكن الله سبحانه وتعالى شوف الرضا رضا الوالدة رحمة الله عليها هي اللي وصلتني إلى ما أنا فيه طبعا وبالتالي متأل الله عليها خليت الله يرحمه خليت الطيران ونسيت بس ما حتى الآن ما نسيت أنا كنت إلا ما قبل روح القاهرة كنت عندي طيارات متكنترول كنا نروح جنوب السرة ونطيرها وفي مجموعة من الشبار لا في رانوية كان نسوينا وكان محل من المحلات يورد هذه الشغلات وكنا نطير في الطيرات في روموت كنترول أكثر حين تطور الأشياء عندي مثل سيموليتر صغير من خلال هذا الطيارين يتدربون عليه بس لا أسميه لعبة لكن هي كانت طيارة حقية بالتالي ما زال الطيران حتى هذه الساعة أستانس لما أشوف شيء أحضره في بعض المرات نعم لما أودّي عيالي و أسافر أودّيهم معارض الطيران وما يتبون معارض الطيران أنت لتشوف نعم عالمو أحب السفر أبو خالد نعم أحب السفر هل لديك مكان جهة معينة مدينة معينة تحبت لا أنا كنت أحب وما زلت ألمانيا الحقيقة ألمانيا ألمانيا عند نجلة ألمانيا الحقيقة من أحسن الدول طبعا و لما تروح أنت في بعض أماكن ما هي فيها قثقة هالناس والجنسيات أنا ما أحب أشوف عربي في أثناء فترة و ما هي تكتبين أبو خالد لأن أنت تبي تقير كما كويت يقول ما أحب أشوف كويت لا أنا أقصد حتة عربي في المدن التي سكننا فيها ما تشوف حتة عربي فيها الأكل يجب أن تغيره اتصالك في العالم حواليك طول السنة لكي تحس تحس تقيير وتشوف يعني تشوف شعوب ثقافة جديدة ثقافة جديدة نعم أحب ألمانيا يعني ما في الدولة ما نزرناها لكن والله الحمد يعني فضلك كبير علينا لكن ألمانيا لها مكانة ثانية أنا ما لومك أحب هذا البلد بصراحة وأيضا يقولون أبو خالد أنك هاوي تجميع كاميرات قديمة نعم أبو خالد يايب معاك كاميرا تعتبر من الأقدم الكاميرات اللي موجودة أبو خالد أنا عندي مجموعة كاميرات وكل سفرة أشتري لما كنت في القاهرة وجدت استوديو قديم أعم أعم وأرمني مصري لكن أرمني أصوله فلقيت عندها هذه الكاميرا هذه الكاميرا مصنعها ألف وتسحمية وثمانية عفوا ألف وثمانمية وثمانية وثمانية ألف وثمانمية وثمانية أعم كودك بعد كودك كودك ومحطوط ما زال الاسم محفوظ لنا داخل أشوف لما تحب ألمانيا ستتروح وردك الشيء الماني لا يوجد فايدة صناعة ألمانية كودك طبعا الشركة يمكن تسكرت خسرت لكن أنا أعتز بالكاميرات القديمة وأحرص على اقتناءها كيف تهمتها هذه هذه لما كنت سفير في القاهرة ألفين وستة شاومت 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 أنا والله لو قايل خمسة لا فأخذتها فمسعرها بألفين سويت روحي أنني متخاليها ألفين جنيه ألفين جنيه سويت متخاليها أقول له هذه شريتها أنا بس هي قيمة أسرى يعني قيمة هذه أكبر وعندك غيرها بعد بخاري صحيح نعم هذه لها قصة دائما أنقلها بعض المرات رحت في في النمسا دخلت محل عنده فكان حاط كاميرات في الطوف وفوق قلت لأبي هذه عجبتني أقول له هذه بس العرض من اللي بيع وطلعت له هذه كانت معا تبيعها إيه كانت معا قلت لأبيها لا هذه العرض من اللي بيع محرر مثل محرر ويعني هل بعد تصور تحب التصوير بالجديد تتصور ما زلال بالتالفون تدفل الآن بالايفون تصور كل شيء ماذا أخذ شيء صورت بالايفون الباحة وأنا أدور صور حق هذا صور عيالي وهم صغار أحلى صور صبا أحلى صور كنت الحقيقة ودزلهم ما شافوها من عمرهم وهم صغار إذا جئت حق بنتي في واشنطن صورها وكانت عمرها حوالي سنتين هذه الصور عزيزة غالية جدا هوايات أخرى تحنق تصدمنا طيران وتصوير وتصوير والكاميرات وسفر وماذا أيضا بعد شنو أرى أكثر من الهوايتين لكن الروح مثلا مع الأهل هذه ما هي هواية لكن كل ما ألقى وقت فراغ الآن عندنا وقت فراغ أكبر الأهل ونطرعة الشالية والتجمع كأسرة يعني مع أن يكون يزعاج وهذا لكن فيها لذة طبعا هذه فرحته ونستها وابو خالد بعد على طاري لها العرس كان في حرب أكتوبر 28 أكتوبر 73 أكتوبر يوم الحرب لا 6 أكتوبر الحرب نعم أنا راد وزوجتي هناك وين مصر مصر نعم كانت تدريس طب دكتور نجيب عبدالله المظف نعم شا الحب يا أم خالد تستاهل تستاهل أم خالد أم خالد يعني ما أقول لك إياها أم خالد وقفت وقفة معي في حياتي كلها في وقت ما كنت طالد وقدنا تزوجنا ونحن طلبتها نعم ما شاء الله يعني 73 نحن تخرجنا 76 وقفت وياي وأنا طالب ومحدود الدخل في ذاك بك نعم وقفت وياي لما كنا بعدين حياتنا وقفت وياي لما كنت رشحت للمناصب لما كنت بالوزارة موزر كنت موظف مؤتمرات للوزارة كثيرة في جينيب في شارق فكل هذه إضافة إلى المجلس وكانت دكتورة سكر دكتورة سكر ضحت في عملها لما رحت القاهرة الله يحمل الوالدة كانت موجودة وزوجتي وعيالي أقول لهم يعني رشحوني أنا كالهم سفير سفير معنات رح يبتعد نعم لكي تقول والدة الله وفقك رضا الوالدة رضا يقول لك يعني وزوجتي قالت روح طيب العيال أنت بشغلت قدم استغلتها ضحت في عملها وحب الناس لها لو تسأل أي واحد كان يراجع إلى الوزارة السكر قل لدكتورة نجيب المضاف هو بس نجيب المضاف نعم والنعم بالمضاف كلهم أبوها جنسية مكتوب بالجلد والرقم رقم واحد اللي قاعد تنشر في أكثر من رأس صحيح شفنا الصورة هذه أكثر من مرة نعم فلها مواقف ما لا يمكن أن ينساها الله يحفظها تخليها لك إن شاء الله الله يحفظها والأبناء أبو خالد هل راح تتحكم في اختيار الوظائف مثل ما الوالدة سوت ولا أنت خنقوا الأب ديمقراطي شوية تفكيرك لا لا يعني تجدين خالد في مجال عملها وتخرج وفي مجال عملها مهلل كذلك نعم في مجال عملها عندي ثلاث حفيدات أحبهم ما يد كلهم بنات من خالدهم هلل عبد الله تزوج وإن شاء الله خلال هذا الشهر إله إن شاء الله إن شاء الله مولود الله يبلغ لولوة هذه أحب كل عيالي لولوة قير لازم لماذا قير الجعدة لا هي رابع واحد السبنت الوحيدة لأ عندي نور هم فيه الجعدة هذه أحبها أموت فيها لكن لولوة وانا قاعد جدامكم فيها قطعة داخل جسمي 65% من كبدها موجود في جسمي أنقذت أبوها وبالتالي التضحية التي قدمتها لا يمكن أن يضحي أي إنسان كان ممكن لكن الله سبحانه وتعالى قدر و لطف عاشت على 35% من كبدها كانت في أي عمر عمرها الآن تقريبا هي مواليد 89% 79% في الوقت كانت صغيرة نعم الآن عمرها بحدود 25 سنة إنه تضحي في كل هذه وداشة عملية ما تدري شنو أنا بقرفة وهي قرفة نعم 6 ساعات عمليتها و أنا 12 ساعة عمليتي زراعة كبد من بنتي فهذا لا يمكن أن أساء هذا ليس بس أن أساء أحس أنها دائما هي معاي أكيد أضي فلولوة أقول لك جزء منها في كبد ولله الحمد هذا العضو في الإنسان الله سبحانه وتعالى يخلي يكبر ينمو مرة أخرى 35 ينمو في هذه نعم فعسى الله يحافظهم كلهم الله يحافظهم كلهم إن شاء الله يخلي كلهم وطبعا موقف لولوة يقدر لكن تأكد أنها قدمت بكل حب ورضا أكيد ما أعز على البنت أكثر من أبوها بصراحة ولا أعز كذلك يعني حب للبنات وحب الأولاد كلهم ما أحد يقول أن يقدر لكن حبها وحب نور الجعدة هذه لها يا قارون أخوانا خلي قارون كيف إن شاء الله أبو خالد قلت كلمة في البداية قلت كلمة من رضاء الوالدة وفرصة لنرى يقدر والدتها ويمشي على رضاها و هذا التوفيق الذي أنت فيه الآن كله من الوالدة الله يرحمها و لا ننسى دور بعد زوجتك كدك نجيب المضاف تشرفنا جدا فيك الوزيرة الأسبق أحمد خالد الكليب و موفق في كل أمورك يا رب والله أنا الحقيقة خلتوني يطلع معلومات بدون يعني يكون عداد أو شيء لكن إذا كم الله خير على هذا الأعداد وأنا سعدت الحقيقة لنشر شكرا لك خالد على هذا اللقاء شكرا على كل المواقف التي شاركتنا فيها لا أحد سمعها من قبل لكن دائما نحن في برنامج بالكويتي نحب نتصيد هذه السؤال أحمد الله ممكن اقترح شيء واحد أتمنى أن يكون في تقييم من الجمهور للبرنامج عن الضيوف عن هذا حتى لا شك أنتم قدرتم ما شاء الله يكفينا حوالي قيادات كثيرة لم يكن في تقييم دائما في أي عمل سواء كالتجاري أو لها تخلي الآخرين يغيمونك نعم بالعكس أنا أعتقد يعني أنا أخلي أن أخلي أن أخلي أحد من المغيمين أن مثل هذا البرنامج أعسى الله يوفقكم وشباب قبل كل شيء وعيالي تجدون التعليقات يعني مضاعفة عن ما يمكن كلها وقتية لكن في السيرفيلي الذي تسويه ترى هذا سيحسسكم شيء أكبر حتى لو كان في قصور ممكن نأخذ نأخذ بعين الاعتبارات شكرا لك على الاقتراح شكرا لك ومشاهدين طالعين فاصل وبعدها عندنا نقول ما بتبقى من فقرات اليوم لكن حلو الحين ترجمة نانسي قنقر شكرا لك